استقبال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثاني العامي الطيار محمد مصعب بمقر قيادة المنطقة بالمكلة وفد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن برئاسة السيد ماكسي وتنابي كبير المستشارين السياسيين وأكد السيد مساكي أهمية هذه الزيارة في سياق مساعي مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس كوتنبرغ لتفعيل جهود إحلال السلام باليمن وتنفيذ برنامج زيارات للمحافظة والالتقاء بمختلف المسارات السياسية والعسكرية من جانبه رحب رئيس عمليات المنطقة العميد مصعب بزيارة هذا الوفد لحضر موت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية متطرقا إلى جهود قيادة المنطقة العسكرية الثانية للهواء الرقون طيار فائز منصور التميمي لحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة وتطبيه الحياة الآمنة بحضر موت ترجمة نانسي قنقر